انتم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ايوة عندي سؤالي والله يا شيخ محمد كده بالنسبة لصورة ياسين اللي حضرتك قلت عليه اتفضلي دلوقتي حضرتك قلت هي 40 مرة العجل بتاعها طيب طيب اقولها في جلسة واحدة حاضر وال11 مرة بتصورة الاخلاص بعد ما خلص الاربعين طيب حاضر حاضر ماشي حاجة تاني من حد يساعدني فيها ولا طيب وبعد ما علش كمان سؤال حاضر هي يعني ينفع اننا اعملها لختي مش ليا طيب حاضر ماشي ماشي شكرا لشيخ محمد طيب حاضر ارجع لسيد امه محمد والكلام لكل الناس سواء كان الكلام عن صورة ياسين او عن الصلاة النارية اللي هي اربع اربعات اربع تلاف ربعمية اربعة واربعين يا عم الشيخ انت حضرتك قلت صورة ياسين العاجل بتاعها اربعة صح وفي احداشر وفي سبعة وفي تلاتة وفي خمسة كل دي مراحل من صورة ياسين انما كان السؤال وقتها عن العاجل اعلى ورد من صورة ياسين اربعين في جلسة واحدة ولا في عدة جلسات في يوم واحد ولا في عدة ايام علماءنا قالوا على صورة ياسين وعلى الصلاة النارية ان قرئت في مجلس واحد فهي كالنور المصلت في مجلس واحد يعني ايه زي ما تجيب كده اربعين كشاف وتوجههم على مكان واحد يبقى النور عامل ازاي نور قوي نور ساطع ولذلك سموها الصلاة النارية لانها تقضى بها الحوائش كالنار في الهاشين وكذلك صورة ياسين طيب من لم يستطع فعلها ينزل للاقل ينزل من اربعين لإحداشر ينزل لخمسة او لسبعة ينزل لخمسة ينزل لتلاتة ينزل لمرة فياسين لما قرئت له تقضى بها الحوائش وتنال بها الرغائب وتفتح بها الابواب ولها امر عجيب مع كل من جربها واخذها بيقين بعد ما تصلوا على سيد النبيين صلى الله عليه وسلم طب ليه عم الشيخ قلت ينزل هو لإن أنا دايما بشوف إن الإنسان أولى أن يقرأ بنفسه أولى أن يلح على الله في الدعاء بنفسه أولى أن يبكي هو بنفسه يعني إيه؟ لإن ربنا في القرآن يقول كده أم من يجيب المضطر إذا دعاء ربنا بيقول كده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أيوة دعاك ليه بظهر الغيب مستجاب لكن أنا لما كن صاحب الحاجة صاحب البلاء صاحب الغمة وانا اللقف على باب ربنا ولحى عليه الله يرضى عن ابن القيم يقول حينما تدعو الله سبحانه وتعالى فدعو دعاء الطفل الصغير المتململ لأبيه وهو يطلب منه حاجة ولله المثل الأعلى لما تيجي تطلب من ربنا حاجة شوف العيل الصغير ولله المثل الأعلى بيطلب من أبوه إزاي يبصه مرة ويحذنه مرة ويمشي مرة زعلان مرة ومأموس مرة خل بالك انت ليه قدر عند ربنا لقيمة عند ربنا اوعى تهدرها اوعى تضيح اوعى يتحق عليك وقولك زنوبك تمنعت أبدا أبدا ده انت حتى لو أعصى وقال له يا رب يقولك لبيك 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 عبدي في حين اني أطهر إنسان لو جلس داخل الكعبة وقال يا رب لقال له لبيك مرة واحدة لأن الله يفرح بعودة عبدي ويحب توبة عبدي ويحب نداء المعرض عنه والبعيد عنه سبحانه وتعالى جل في علاء علشان كده لا بأس إن حضرتك أرطيها في مجلس واحد وإن كان ذلك أفضل وأكرم وأسرع ولا بأس إن قرأت في مجالس عديدة لا بأس إن قرأت في يوم واحد ولا بأس إن قرأت في أيام عديدة لا بأس إن قرأتها وحدك وهذا كله أفضل أقدم الأفضل ولا بأس إن جمعت الأحبة والإخوان والأصحاب من أجل أن يقرأوها كراءة مع بعضهم بشرط أن تكون النية واحدة في شيء واحد يعني إحنا ما نجمعش الستوديو كلهم وأقول لهم فكل واحدين ونية لا إن ولي أنا أنا جميعكم النهاردة يا جماعة مشاركة لي من أحبابي إن أنتوا تؤرن النهاردة بنية كشف البلاء بنية كشف الغمة بنية النبن ينجح بنية 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 وكذلك صورة الإخلاص سواء قرأتيها قبلها أو بعدها فلا بأس ترجمة نانسي قنقر